ناوي بتحب الضلمة? يعني لو كانت احنا بكرة وبعد ونتفرج على مسلسل في هذا النوع من التمثيل لحقوق. بصرا عايز اقولك انك انت تتفرج على مسلسل في هذا النوع يعني. يعني خلينا بنبقى بنبقى شديد التخفص جدا وبنبقى يعني اه بنبقى ودينا كده ان احنا يعني التلفزيون ده نخفيه خالص. لو كان المصود بالنور هو الطريقة دي وانه تبقى الحاجة في الشارع وانه تبقى تبقى الامور دي كده اه اه يعني انا عايز اقولك كده اه 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 على الملأ. لا طبعا يعني بيش بدا متحفص تماما. بستنى بس اقولي انت ايه اللي خايف منه على الملأ يعني يعني مثلا. اسمحني بك عشان اوضح سؤالي. يعني يعني مثلا فكرة انه يبقى معروف انه اه ابنوب مثلي انه اه سارة مثلية. ده في حد ذاته مزعج? يعني ممكن يعلنوا عن ده ولا ده مزعج? يا سيد الفاضل. مرة تاني. ليفعل كل ما يريد. لا 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 خالص. اسمح سؤالي كويس عشان انا ما قلتش اللي انت بتقوله. انا ما سألتكش هل من حق اه سارة او من حق ابنوب يعمل هو عايزه في شقيته. مش بس سألك السؤال ده خالص ده احنا عدناها نزالي احنا صغيرين دي. ده كل واحد الداخل بيقولها. يعني دي دي خلاص ده بقى يتقالف به. كل واحد يعمل حاجة اوه عايزها وانا ضد الدولة وانا ما حبش حد يظلمهم كل كلا خلاص يعني خلصنا شويتين ده. انا بسألك سؤال واحد هل هل انا في مشكلة بالنسبة لك لما يكون ابنوب ماشي مع صديقه في الشارع وبعدين يقابلك وقول لك صباح الخير وانت تبقى عارف ان ده صديق ابنوب او انك انت تشوف سارة وهي ماشية في الشارع مع صديقتها وبعدين ابنك يقول لك على فكرة دي صاحبة سارة. يا بقى دي حاجة مزعجة? ما عملوش حاجة هم. امد الخياط يا سواس حسام? لا ما تمدش بس اقول لي دي كويسة ولا لا تنفع ديها اللي بتاع. هدد عليك حضرتك. لنفترض انهم في اتنين رجالة ماشيين مع بعض او اتنين سيدات ماشيين مع بعض. فيش اي مشكلة على اطلاق. اي فعل يتعدى هذا الامر يدخل تحت المفروض يجرب قانونا بقى. زي ما بيجرب اي فعل خادش آآ آآ في العلاق يعني للحياء العام. آآ. لكن اتنين وانا عارف وكل الناس عارفين هم احرار. طالما لم يتجاوز الامر فعل في على الملأ. لا وسيلة اعلامية ولا في الشارع ولا في اي مكان. انا تحفظ بشدة على هذا الامر. وآآ ازا كانت هي ديلة الرجعية فمرحبا بالرجعية. يا عم اش مرس واحدة بتعلنش الشهادة. انا مرحبا جدا معا. انا قلبي في وطن احنا يا عم بجينا من خياتك. يا عم براحة علينا. انت هساب الفطر علي يا عم ناوي. انا باستاذ حسابك. انا باستاذ حسابك. حقول حاجة لست بكري بس اخيرا. طيب اه ابشرك بالعكس يا استاذ بكري. يعني ما تتخيل حضرتك انه في خلال خمسين سنة ولا اقل من من كده هيصبح امر طبيعي ويحصل تطبيع مع هذا النوع من الافكار. يعني ابشرك بالعكس اللي هيحصل. تمام? قد يكون حضرتك يعني لك اقراءة للمستقبل. لا. انا يعني ادائي كمان. انه زي ما انتهى في الاتجار بالبشر. وانتهى ملك اليمين. وحينتهي في يوم من الايام الزواج من مسنة وثلاثة ورباع. هذا الامر. لان كلها دي حاجات غير طبيعية. وشازة عن الطبيعة. الحاجات دي بتموت لوحدها. بتموت لوحدها. ولما ما تلاقيش بيئة صالحة. كل اللي عنده اشكالية من هذا النوع. يبقى يروح كده على جنب الوحده. ويتفضل يعمل اللي هو عايز الوحده. ما يطلعش بحياته الغير طبيعية على الملأ ويقرفنا بيها ويقرف اهلينا بيها.